السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر زبتمبا الفين واثنين وعشرين نشر مسائية أصدقائي في هذا الفيديو سوف نتكلم على يوم الإجازة الأسبوع المقبل وبعد ذلك سوف نتكلم على التغييرات التي سوف تبدأ أيضا بداية من الشهر العاشر وسوف تهم مجموعة كبيرة من الناس نبدأ أصدقائي في البداية بالإجازة يوم الاثنين المقبل التالت من شهر عشر الفين واثنين وعشرين إجازة رسمية في ألمانيا بطبيعة الحال عدد كبير من الناس يعرفون هذا الأمر لكن ليس هناك مشكل إن ذكرنا لأن الواحد مع هموم الحياة ومشاكل الحياة وأيضا هناك ناس جدد ينسون بطبيعة الحال إذن يوم الاثنين المقبل التالت من شهر عشر الفين واثنين وعشرين إجازة رسمية في ألمانيا وسوف تغلق المحلات والإدارات والمدارس وكل شيء في ألمانيا العيد هو عيد الوحدة الألمانية تحتفل ألمانيا بعيد الوحدة عندما توحدت ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية سنة 1991 وأصبحوا مجددا دولة واحدة بعد أن فرقتهم الحرب العالمية التانية ننتقل أصدقائي الآن إلى التغييرات التي سوف تبدأ بداية من الشهر العشر وهذه التغييرات تهم فئة كبيرة من المواطنين الألمان بداية من الشهر العشر سوف يتم تمديد قوانين كورونا أصدقائي وهذه القوانين تعني بأنه أيضا بالشهر العشر سوف يبقى أيضا قانون الحماية من الأوبئة وتم تمديده مجددا إلى غاية السابع من شهر أربعة الفين وثلاثة وعشرين يعني بأنه بفصل الشتاء وفصل الخريف وفصل الشتاء إذا ارتفعت الحالات تتمسك المقاطعات بإجبارية الكمامة أصدقائي داخل المناطق المغلقة وداخل المحلات المغلقة أيضا أصدقائي يمكن أن يجبروا على لبس الكمامة كمامة FFPTSVAI أيضا أصدقائي داخل المواصلات وأيضا ممكن أن تكون هناك قوانين صارمة للدخول إلى المستشفى أيضا قالوا بأنه لن يكون هناك غلق مجددا للمدارس حتى لو ارتفعت الحالات القانون الثاني الذي سوف يبدأ أيضا بداية من الشهر العاشر وهو تسعيرة الغاز الذي فرضتها الحكومة الألمانية والتي سوف تبدأ بداية من الشهر العاشر الفين واثنين وعشرين وسوف تكون قيمتها هي 2.4 سنت للكيلو واط الواحد للساعة حاليا ما زالت الحكومة الألمانية تناقش هذا الأمر هل يلغونها أم لا يقومون بلغائها لأن أصدقائي شركة الغاز الشركة المزودة لألمانيا بالغاز أصدقائي هي الآن أصبحت في ملك الدولة الألمانية فلذلك هناك نقاش هل ما زالت هناك الحاجة لهذه التسعيرة لم يتم إلغاؤها لكن ما زال النقاش إذا لم يلغوها سوف تزداد الفاتورة بطبيعة الحال على سكان ألمانيا فاتورة الغاز خصوصا لمن يستعمل الغاز بشكل كبير أيضا هناك قانون مهم سوف يبدأ بداية من الشهر العاشر وهو زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 12 يورو لساعة يعني كل الناس الذين يحصلون على مرتب أقل من 12 يورو لساعة هناك الآن فرصة أنه بداية من الشهر العاشر يجب أن يتم رفع مرتبهم إلى 12 يورو لساعة أصدقائي للأسف للأسف بسبب هذا التضخم بسبب هذا التضخم يعني حتى 12 يورو لساعة لم يعد الواحد يحس بحلاوتها أو بقيمتها المشكلة الموجودة هو أن الحد الأدنى للأجور هو من سوف يرتفع لمن مرتب أقل من 12 يورو لساعة لكن من مرتب 13 يورو أو مرتب 14 يورو أو مرتب 15 يورو أو 18 يورو لحد ساعة لا توجد هناك أي أمور بخصوص زيادة مرتباتهم لكن هناك الآن حوار بين المستشار الألماني السيد شولز وبين النقابات العمالية وأيضا بين أرباب العمل سوف يجتمعون بشهر 11 شهر نوفمبا وسوف يتدارسون وسوف يتكلمون بالأمور الخاصة ممكن إما برفع الرواتب أو تكون هناك هيبة مالية مرة واحدة إذن الحد الأدنى للأجور سوف يزداد بداية من الشهر العاشر أيضا مني جوب أصدقائي ولكل من يعمل مني جوب يمكن الآن أن يزداد إلى غاية 520 كيف ذلك؟ يعني مني جوب الخاص بكم أنتم سوف تحصلون على مرتبكم على حسب الساعات التي تعملونها لكن يمكن الآن لو عملتم أصدقائي وازداد المين دستلون إلى 12 يورو للساعة يعني يسمح لكم بعمل مني جوب كحد أقصى هو 520 بطبيعة الحال يمكن أن تعملوا مني جوب وتكسبون فقط 50 يورو بالشهر يمكن أن تعملون مني جوب وتكسبون 200 يورو يمكن أن تعملوا حتى 300 أو 400 لكن أقصى شيء لما يحسب كمني جوب هو 520 يورو أصدقائي وأيضا بخصوص الأمر الخاص بالتوقيت الشتوي ما زالت أوروبا متمسكة بالتوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي التوقيت الشتوي سوف يرجع أصدقائي يوم الثلاثين من شهر عشر 2022 يعني بآخر الشهر العاشر سوف يتم مجددا اعتماد التوقيت الشتوي وبذلك سوف يتغير التوقيت لكن عندما يقترب الأمر سوف أخبركم به أيضا أصدقائي بسبب تغيير القوانين بالنسبة لمن عندهم حيوانات بالبيت علاج الحيوانات أصدقائي سوف يرتفع أصدقائي بداية أيضا من الشهر العشر وأيضا توجد هناك انتخابات جد مهمة بمقاطعة نيدا زاكسن انتخابات هامة جدا لمستشار ألمانيا حاليا مقاطعة نيدا زاكسن يحكمها حزب SPD الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له أيضا مستشار ألمانيا السيد شولتس لكن حزب CDU المعارض يأمل بأن يسقط حزب CDU من الحكم المهم يوم التاسع من شهر عشر سوف يكون يوم جد مهم لجميع الأحزاب في ألمانيا أصدقائي وسوف يكون امتيحان جديد لجميع الأحزاب من بينها حزب الخضر حزب الاشتراكي حزب SPD إلى آخر انتخابات من أجل تكوين البرلمان وأيضا لا ننسى بأنه أيضا بداية يعني بالشهر العشر سوف يبدأ أيضا تدريجيا صرف الثلاثمائة يورو التي وعدت بها الحكومة الألمانية كل من يعمل يعني من يعمل سوف يحصلون بداية من الشهر العشر على الثلاثمائة يورو بغوط أصدقائي لمن يعمل وهذا أيضا سوف يبدأ صرفه تدريجيا بالشهر العشر هناك من سوف يحصلون عليها بآخر هذا الشهر التاسع هناك من سوف يحصل عليها بالشهر العشر وهناك من سوف يحصل على الثلاثمائة يورو بالشهر الحادي عشر شهر نوفمبا هي الوقت الذي سوف يبدأ به صرف مساعدة الثلاثمائة يورو كانت هذه أصدقائي بعض التغييرات المهمة والأمور المهمة التي سوف تحصل بداية من الشهر العشر شهر أكتوبر إن شاء الله في ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر